تقدم النوعي تحرزه المقاومة الشعبية في تعز وبقية المناطق التي تشهد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي وصالح ميليشيات الحوثي التي طلقت مزيدا من التعزيزات تستخدمها الآن في عملية انتقامية ضد المدنيين بعد أن فقدت السيطرة على المراكز والمنشآت الحيوية في المدينة وفي هذا الصياق ارتكبت ميليشيات الحوثي والمخلوة صالح مجازر مروعة في المدينة راح ضحياتها عشرات القتلى والجرح من المدنيين لا سيما في حي صيفرة الذي تعرض الى حملة قصف عنيفة بصواريخ الكاتيوشة ومدافع الهون كما تعرضت محطة كهرباء المدينة في الحي الى حملة قصف ادت لاشتعال الحرائق في اجزاء منها طائرات التحالف العربي ازر التقدم المقاومة على الارض وقصفت تجمعات الميليشيات الحوثية داخل قصر الشعب الذي تحاصره المقاومة منذ ايام واستشتبكات عنيفة في محاولة للسيطرة عليه ودحر الميليشيات الحوثية كما استهدفت طائرات التحالف معسكر قوات الامن الخاصة ومعسكر اللواء 22 في ضحية الحوبان ومعسكر اللواء 35 غرب المدينة على الجانب الاخر صدت قوات المقاومة والجيش هجمات عدة لميليشيات الحوث وصالح في اب وكرش شمال محافظة لحج والحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والارواح وكانت مصادر امنية وطبية قد افادت بدورها بمقتل اربعة اشخاص على الاقل في انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى يضم مقر محافظ عدن وفي تمهيد لعملية السهم الذهبي لتحرير العاصمة من الميليشيات الحوثية شن الطائرات التحالف غارات مكثفة على معاقلهم في قاعدة الديلم الجوية والمعهد الجوي حيث افاد شهود عيان بان انفجارات دوت عقب القصف وشهدت السينة اللهب والنيران تتصاعد من المناطق المستهدفة بطرس موسى العربية